سمحولي في البداية أن أنا أوجه التحية للأسر أسر الطلبة وأسر الخرجين وأهنيهم على تخرج أبنائهم وأشكرهم أيضا على أنهم أعدوا أبنائهم وبناتهم عشان يبقى كلامنا دقيق وجهزوهم بشكل جيد جدا وبعدين أقدموهم هنا لبلدهم مصر عشان يشاركوا في حماية أمنها باستقرار فأنا بشكرهم وبهنيهم وإن شاء الله أن يشوف أبنائهم دايما في أفضل الحالات واسمحولي أن أنا أشكر الخرجين وطلبة الأكاديمية والقائمين على العملية التعليمية والتدريبية في الأكاديمية على الجهد وعلى الأداء المتميز اللي تمازت به الكلية خلال مش بس التخرج واحتفالات التخرج النهاردة لكن الحقيقة أنا بيعني بتيجي لي فرصة أن أنا ناجي مرات وأبتطمن على الكلية وعلى الأداء اللي موجود بشكل يعني بسيط خالص خالص من غير من نعمل يعني عشان أبقى متطمن أن الأمور ماشية بشكل كويس والحقيقة كل مرة بنيجي بنتطمن وبنسعد بالمستوى ولسه لسه فيه أفضل من كده ولسه فيه جهد أفضل من كده عشان يبقى دايما إحنا زي ما أنتو قلتم في شعاركم العلم والأداد لخريج أو الظابط وظابطة شرطة قادر على أنه يقوم بمهامه بشكل محترف وشكل علم جيد بقى أحدث أسليم العصر ترجمة نانسي قنقر